السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم حبيبي عاملين ايه معاكم فاطمة بحاتي وفيديو جديد الفيديو او الوصفة اللي ما نقدرش نستغنع عنها في اي مناسبة واي عزومة بتشرفنا جدا وبترمي معانا كميات كبيرة علشان كده ما بتخلاش منها اي عزومة تعالوا بينا نشوف هنعمل النهاردة النهاردة هنعمل اللحمة البردة كما يجب ان تكون هنجيب عرق تربيانكو من الجزار وهبتدي اشفيه بالشكل ده لو هو مش من دهوني متشفي كويس هشيل منه الدهون ومش هنرميها لان انا هنحتاجها عشان هنسويها مع العرق بتاعنا خلاص شفيت كده وزبطت الدنيا هبتدي اجيب خيط تخين ويكون قطن ضروري جدا عشان ما يسحش معانا في النار وربط بيه العرق طبعا الكلام ده ينفع ان نجيبه من عند الجزار جاهز بس لو مش هتجيبيه جاهز بالشكل ده او مش هو متوفر انك تجيبيه متربط كده فقادي طريقة التربيطة بتاعته علشان تديكي نتيجة هيلة خدنا كده بالطول وهنبتدي نلف بقى بالعرض ونلم كده ونشد على الدبرة بتاعتنا علشان تخلي العرق معانا مدور ويطلع كله بنفس العرض بتاعه بيطلع مظبوط جدا عشان يتقطع معانا تقطيعه مظبوطة اهو بكل سهولة لفناه وربطناه وبقى تمام التمام جاهز جدا ان احنا نبتدي نتبله يلا بينا نتبل ببوز السكينة الحامية هحط بقى شوية ملح سغيرين ويكام واحدة فلفل اسود حصى وزقهم بفص توم هقعد اقرر الموضوع ده حوالين العرق داير ميدور على ابعاد كده يعني هنح حط حوالي 10 فصوص توم في العرق كله ونرش بقى ملح وفلفل ونتبله من بره كمان ويبقى معانا بقى بالشكل الجميل ده هايل يلا مكعب زبدة ومعلقتين زيت في طاصة سخنة جدا جدا على النار وابتدي انزل القرق علشان احمره تحميرة كويسة جدا ومن كل الجوانب ضروري علشان يحتفظ هو بالعصارة اللي جواه فيدينا طعم ونتيجة مميزة حمرنا من كل الجوانب يلا نديه ورق لورة بصل بقى وكرافس طماطم متقطع 4 تربع وفصوص توم سليمة جزر وبكده نكون حطنا له البوكي جارني هنزل عليه مية مغلية لغاية ما وصلها لنص العرق بالشكل ده وغطي انا حطيت الدهون كمان اللي انا شلتها منه وغطي واسيبه بقى على نار عالية لغاية ما يغلي كويس قوي قوي وبعدين اهدي النار وبعد ساعة قلبه النحية التانية واسيبه ساعة تانية على النار وبكده يكون استوى العرق ننشله من الصوص اللي فيه ونغطيه ونسيبه يبرد براحته وبعد ما يبرد يفضل ان هو يتحط في التلاجة مش اقل من ساعتين تلاتة علشان نعرف نقطعه تقطيعه كويسة اما الصوص الحلو ده تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه هنبتدي نصفيه علشان ورق اللورة والحاجات دي كلها بس ممكن ااخد منه بقى شوية جزر كده ويبصل وتوم وحطهم في الخلاط واستبعد ورق اللورة وبعدين هاخد من الصوص اللي صفناه على الخضار ده وابتدي ان انا اضربهم كويس جدا جدا انا دلوقتي هعمل الصوص اللي بيتقدم فوق اللحمة هضربهم كويس ونعمهم كويس جدا جدا وبعدين هحضر على النار طاصة الطاصة دي هحط فيها مكعب زبدة ومعلقة كبيرة من الدقيقة هشوح الدقيقة كويس قوي لغاية ما يستوي وبعد كده هنزل بالصوص اقلبهم على النار كويس قوي وابتدي لو القوام تقيل اخف بشوية مية نقلب لغاية ما يغلو بعد كده هحط شوية فلفل اسود ودوق لو احتاج ملح حطله بس في الغالب الاعم مش هيحتاج معانا ملح تمام زي الفل يلا بينا بقى نشيل الصوص الجميل ده ونعمل مع بعض الرز بالخلطة اللي بيتقدم معه اللحمة البردة هحط ثلاث معالق كبار سكر لاني هعمل ثلاث كبيات رز فثلاث معالق كبار سكر على ثلاث معالق كبار مية واسبهم لغاية ما يتكرملوا بالشكل ده بعد ما يتكرملوا بالشكل ده هضيف مية مغلية حوالي 6 كبايات او 5 كبايات من المية المغلية وانزل باقي الصوص هحط ملح وفلفل وقرفة اجمال السويل اللي انا حطتها 6 كبايات عيريهم وبعدين حطيت مرأة فورية هنزل مكعبين زبدة وشوية زيت صغيرين واسبهم بقى كلهم يغلوا مع بعض كويس قوي وهتكون دي الشربة اللي هيستوي فيها الرز هنا بقى حبيت اتقل اللون بتاع الرز شوية وديله طعم اقوى فمعلقة من الديمجلاس لو متوفرة على شوية مية قلتهم وضفتهم طيب لو مش متوفر ديمجلاس ممكن تضيفي معلقة عسل اسود كبيرة او معلقة صويا صوص هبتدي انازل الرز واقلبه المعياره مظبوط جدا لكل كباية الرز زي ما قلنا كبايتين من السيل هسيبها تغلي هسيب الرز يغلي ويتشرب هنديله تقليبة نهدي النار ونحطله شوية زبيب وغطي واسيبه يكمل تسويته على ما يكمل تسويته تعالوا نعمله الكبدة هحط شوية زيت يسخنه جدا جدا على النار ولما يسخنه قوي قوي هكون مقطع كبدة الفراخ قطع صغيرة وانزل بيها وهم حاجة تكون متصفية تماما هشوحها لغاية ما لون هيتغير وتدخل في السوة وتبقى معانا بالشكل ده عايز اقولك ان الكبدة بتتغسل وهي سليمة وبعدين تتنشف واخيرا تتقطع عشان ما تزفرش معاكي البهارات اللي هنحطها للكبدة هي نفس بهارات الروز اللي هي كانت عبارة عن ملح وفلفل وقرفة اللي بي كويس قوي استويت الكبدة لم نزلها مية غمقة ولا هي غمقت ورحتها وطعمها حكاية يلا نسن استكينها ونقطع مع بعض اللحمة البردة هنشيل الفتل او الدبرة اللي احنا كنا لفين بيها نفكها وبعدين نقطع بقى ترنشات طالما اللحمة بردت وتحطت في التلاجة هتديك النتيجة اكتر من روعة قطعي بقى وبالفة هانة وشفة من الوصفات اللي بترمي معانا كمية كبيرة يعني لو عندك عزومة بصراحة بتعمل معانا كمية كبيرة جدا وقادي رزه ولونه وجماله ومفلفل وزي الفل وطعمه يجنن هنحطه في السيرفيس ونبتدي نرز بقى حواليه كده اللحمة البردة سيرفيس تكليف احسن المطاعم بجده وفي اعلى المناسبات بيبقى خطير جدا جدا وما كلفناش التكلفة لو هنشتري من بره فبصراحة مميز جدا جدا ورامي معانا كمية حلوة قوي قوي شايفين الجمال ما شاء الله بجد الطبق بيتكلم عن نفسه قلولي رأيكو ايه في الوصفة عجبتكو بتحبوا اللحمة البردة ولا لا وبتعملوها بالطريقة دي ولا ليكو طريقة فيها تانية انا قدمت كده اللحمة البردة مع الرز بالخلطة شوية مكسرات على الوش وكمان حطيت على الصفرة باقي المكسرات لو حد عايز يزود وباقي الكبدة وكمان شوية سوس قدمي بقى الطبق بقى الفهنة وشافة اتمنى يكون الفيديو عجبكو الفيديو ده للتاريخ يا جماعة لازم تسايفوه عمدوكو عشان لو اي مناسبة تعملوه على طول يلا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وما تنسوش تكتبولنا في التعليقات عجبتكم الوصفة ولا لا اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر